إذن مشاهدين نركز الضوء أكثر على مستقبل غزة بعد الحرب الذي ما يزال المصير الذي ينتظر القطاع بعد انتهاء الحرب مبهما وغير واضح المعالم حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي الذي يواصل الحرب في القطاع فبعد الصور والتسجيلات التي نشرها الجنود الإسرائيليون من داخل معبر رفح وتوهل الدبابات الإسرائيلية في رفح للمرة الأولى منذ عام 2006 وسيطرتها على المعبر الحدودي مع مصر قبل أسبوع تقريبا نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصدر وصفته برفيع المستوى قوله إن إسرائيل والولايات المتحدة تقدمت بمقترح للرئيس الفلسطيني محمود عباس يطلب من السلطة الفلسطينية تسلم إدارة المعبر ولكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المقترح وأكدت أنها لن تستلم إدارة المعبر تحت حكم إسرائيل العسكري وأنها أيضا لن تستلم قطاع غزة على أجزاء وذلك وفق تصريحات مصدر فلسطيني رسمي أكد أيضا أن أولويات السلطة هي فتح كافة المعابر المحيطة بقطاع غزة على أساس اتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 وضف المصدر أن تطبيق أي اتفاق يشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المعابر ويترافق مع وضع خارطة طريق لمستقبل قطاع غزة كما شدد المصدر الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية هو صاحب الولاية القانونية على أراضي دولة فلسطين